يلا بنا نعمل مع بعض النهاردة مكارونا على الطريقة الليبية في ناس بتسميها المبكبكة وفي ناس برضو بيقولولها اسماء تانية النهاردة حقولكم على الطريقة ازاي نعملها بالجمال ده والشكل اللي انتو شايفينه ده والدجاج طبعا بالعضم بتاعه اول حاجة زي ما انتو شايفين انا جبت المكارونا بتاعتي حسب نوع المكارونا اللي انتو بتحبه بس يفضل المكارونا اللي انا ورتها لكم دي دلوقتي بقى طبعا زي ما انتو شايفين كده اطعت الدجاج دجاج بالعضم بتاعه وغسلته كويس وصفيته وبعد كده هبتدي ان انا اتبله ملح وشوية شطة وشوية كمون وكركم وحطت عليهم شوية زعتر وبعد كده قلبتهم كويس طبعا فلفل اسود وبعد كده خلطتهم زي ما انتو شايفين كده من غير اي زيوت ومن غير اي مية ومن غير اي سويل تمام بعد كده هعمل ايه هبتدي بقى ان انا نقل الدجاج بتاعي ده نص تسوية او تلت تربع تسوية زي ما انتو شايفين هيطلع بالشكل ده هبتدي اجيب حلة وسخنها على النار شوية زيت وحتة زبدة وهنزل طبعا بشوية توم مفروم وبصل مفروم وهبتدي ان انا اقلبهم بعد كده هحط ورقتين غار الناس اللي بتحب تحط بهارات تانية حاصة مفيش مشكلة بس هو ده الاساس بتاعها وطبعا فلفل اخضر من اللي هو الحراء هحمر البصل والطوم بتاعي شوية كده وبعدين هنزل بقى بالدجاج بتاعي هقلب الدجاج مع الخضروات اللي انا حطتها دي يعني يا دوبك بس ايه كده يتقلب معها وياخد الطعم بتاع البصل والطوم وهبتدي ان انا انزل بالسلسة بتاعتي او الصوص اللي انا هعمله حلو كده لحد هنا طبعا الامور سهلة بعد كده اهو زي ما انتو شايفين هحط البهارات البهارات اللي انا وردتها لكم في الاول الكوركم ومرأة الدجاج والفلفل الاسود والزعتر وشوية شطة ونزلت عليهم بطماطم انا كنت ضربها في الخلاط طماطم فرش عادية مضربة في الخلاط وهنزل كمان بشوية مية وهخلي الدجاج طبعا يغلي فيها مثلا حوالي دقيقتين كده او خمس دقايق يعني المية تسخن وفي نفس الوقت الدجاج برضو يكمل التسوية بتاعته وبعد كده هنزل بقى بالمكارونة بتاعتي كمية المكارونة كلها زي ما انتو شايفين كده وهقلبها وهشوف المية بتاعتي هل المية كفاية او الصوص اللي انا عملته ده كفاية للمكارونة ولا لسه لا طبعا المكارونة بتتشرب ضعف الكمية بتاعتها مية فانا دلوقتي هزود مية يدوبك اغطي المكارونة بس زي ما انتو شايفين كده لان فيه طبعا مية كمان هتنزل من الدجاج لانه هو لسه مش تسوية كاملة وهبتدي بقى ان انا اغطي الحلة بتاعتي زي ما انتو شايفين كده بعد مثلا حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة هفتح عليها وحضيف بقى البقدونس وحضيف الفلفل الالوان عشان يديها شكل طبعا انا ما حطتوش في الاول علشان ما يتهراش او ما يدعش معايا في قلب الصوص انا عايزه يبقى باين وزي ما انتو شايفين كده طلعت بالجمال ده يعني الماكارونا مش معجنة الدجاج طبعا طاري جدا ومستوي لان انا سبته مع الماكارونا كمان انا كنت مسويه في الاول وبعدين سبته يستوي تاني مع الماكارونا يعني حاجة بسم الله ما شاء الله بجد انتو شايفين طبعا الشكل رائع وطريقتها سهلة في حلة واحدة من غير مسلو الماكارونا ومن غير ما اعمل صوص لوحده ومن غير ما اعمل يعني حاجات كتير فدي اسهل طريقة للماكارونا والز طريقة ممكن تجربوها الفهنا وشفا ياريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير للفيديو علشانك كل يستفيد الف الف شكرا